موسيقى ازايكو جماعة خن تفق على حاجة الحاجة دي هي ان احنا كبني قدمين وكشخصيات ما تكونناش في يوم وليلة احنا تكوننا نتيجة خبرات وتجارب كتير مرينا بيها من يومة ولدنا لحد اللحظة اللي احنا فيها للوقت ومش بس كده احنا هنفضل نكون في شخصيتنا لحد اخر يوم في عمرنا والتجارب بالخبرات اللي انا مريت بيها غير التجارب بالخبرات اللي انت مريت بيها الظروف اللي انت عشت فيها غير الظروف اللي انا عشت فيها وده يوصلنا النقطة مهمة جدا وهي ان احنا ما ينفعش نقارن نفسنا باي حد تاني ما ينفعش اقول لفلان احسن مني لفلان شخصيته قوية وانا ضعيف ده فلان غني وانا فقير ده فلان ذاكي وانا مش ذاكي منفعش ان اقول كده انا ينفع قارن نفسي بشخص واحد بس وهو انا في الماضي ما تقارنش نفسك باي حد ما لكش دعوة لقدامك ده ناجح ولا فاشل الشخص ده انجح منك ولا لا اقدر يعمل حاجه في حياته ولا لا ابدأ بنفسك خليك في حياتك خليك في شخصيتك خليك في مستقبلك انت بس تركز مع نفسك انت بس انت مش مسؤول عن اي حاجه غير نفسك مسؤول عن شخصيتك مسؤول عن هتكون ايه في المستقبل لكن اي حد تاني ممكن ينجح ممكن يبقى ناجح في حاجه معينه في حياته ده مش معناه انك فاشل ده معناه انك محتاج تشتغل على نجاحك محتاج تمشي في طريق النجاح اعمل كده وما لكش دعوة باي حد مش انت لان الحد ده خبراته وتجاربه غير خبراتك وتجاربك ظروفه وحياته غير ظروفك وحياتك محدش فينا اختار يتولد في اسره فقيرة ولا في اسره غنية لكن احنا بنختار بايدينا احنا هنبقى ايه في المستقبل ابدأ اعمل كده واشترك في حلقات جاي باي باي